بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الثالث السانوي الفني أهلا وسهلا بكم في أولى حلقات مادة اللغة العربية للعام الدراسي الجديد الذي نرجو بإذن الله سبحانه وتعالى أن يكون عاما سعيدا مفيدا مملوءا بالنجاح تحققون فيه بإذن الله كل ما تتمنونه وأن يكون ختامه بإذن الله نجاحا وتوفيقا بإذن الله سبحانه وتعالى أبناء وبنات الطلاب في هذه الحلقة من حلقات مادة اللغة العربية هي حلقة بمثابة التمهيد لمنهج اللغة العربية الذي سوف ندرسه على مدار العام إن شاء الله حلقة اليوم حلقة تمهيدية سوف نعرض فيها لأهم فروع المادة التي ندرسها على مدار العام وأهم الأهداف العامة لمادة اللغة العربية ولبعض الأسئلة اللي بتطرق عند بعض الطلاب أثناء العام أو أثناء الامتحانات وهي أسئلة عامة هنحاول بإذن الله نجيب عليها في البداية لابد من الإشارة أن مادة اللغة العربية الهدف الأساسي من تدرسها تحقيق أو إكساب الطالب أربع مهارات مهارة التحدث ومهارة التكلم والقراءة والتحدث والاستماع والقراءة والكتاب يعني عندي أربع مهارات للغة العربية أي منهج من مناهج اللغة العربية في أي سنة من سنوات الدراسة لابد أن يهدف إلى أن يكتسب الطالب هذه المهارات الأربعة مهارة التحدث ومهارة الاستماع ومهارة القراءة ومهارة الكتاب فإذا انتقلنا من هذه المهارات الأربعة الأساسية إلى فروع المادة عندنا إن شاء الله مادة اللغة العربية عندنا في هذا العام لها عدة فروع وكل فرع له ما يمثله في كتاب المدرسة أنا عندي فرع أو الفرع عندي التعبير وبعد كده هو النحو عندي فرع القراءة عندي فرع النصوص عندي فرع البلاغة وعندي فرع التعبير الأدب هذه الفروع الستة هي اللي بيجتمل عليها المنهج هذا العام إن شاء الله وهي الفروع اللي بتظهر قدام حضرتك في الامتحان يعني أنت في ورقة الامتحان عندما تأتي إليك بتجد إنها بتجتمل على هذه الفروع جميعا بتجد إنها بتجتمل على فرع التعبير بنوعي تعبير الوظيفي والتعبير الإبداعي كما سنرى وبتجتمل أيضا على القراءة وبتجتمل على النصوص سواء كانت نصوص نثرية أو نصوص شعرية كمان بتجتمل على فرع الأدب والأدب كما سنرى وسنتكلم نصوص مرتبطة ارتباط كبير جدا بدروس الأدب التي سوف تدرسها هذا العام يعني بمعنى أن درس الأدب عندما أدرس درس في تاريخ الأدب فأنا أعطيك نص ممثل على هذه المدرسة من مدارس الأدب في العصر الحديث وبعدين عندي فرع القواعد النحوية وحنتكلم عنها أيضا وعندي بعد كده فرع البلاغة وحندي إشارة إليها وسؤال البلاغة كما تعلمون بيأتي سؤالا منفصلا عن سؤال النصوص حنبتدي نتكلم عن هذه الفروع ونشير إليها فرع فرع ونقف قدامها كده ونقدم لها علشان إن شاء الله رب العالمين لما نشتغل عليها في بقية العام تكون المسألة سهلة ووضحة فحلقة اليوم هي حلقة إثرائية حول المنهج أول حاجة هتكلم عنها النهاردة هو أهمية قبل ما أقدم للفروع هتكلم عن أهمية تدريس مادة اللغة العربية لماذا ندرس مادة اللغة العربية في التعليم الفني وفي مدارسنا عمومها اللغة العربية أهميتها ترجع لأسباب كثيرة يعني في أسباب كثيرة جدا أقدر أقولها لحضرتك واحد واثنين وثلاثة واربعة وعشرة من الأسباب التي تجعلنا ندرس اللغة العربية لأنها اللغة القومية ولأنها اللغة الأم ولأنها لغة التفكير ولأنها لغة الحياة اليومية وأسباب كثيرة جدا هل نختار مجموعة من الأسباب حنعرض ليها بين يدي كلامنا عن منهج اللغة العربية في هذا العام فأول سبب عندي من أسباب تدريس اللغة العربية كونها لغة القرآن الكريم بها نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين نزل هذا القرآن بهذه اللغة فزادها تشريفا فمن أجل هذا ندرس اللغة أو هذا واحد من أهم أسباب تدريسنا لمادة اللغة العربية السبب الثاني هي أداة التواصل والتثقيف بين أبناء الأمة العربية أبناء الأمة العربية جميعا يتواصلون بهذه اللغة هذه واحدة اتنين يقرؤون كتبهم ويتلقون ثقافتهم من هذه اللغة يبقى هي أداة التواصل والتثقيف بين أبناء مش بقول بين أبناء مصر فقط ولكن بين أبناء الوطن العربي جميعا السبب الثالث وسيلة من أهم وسائل تقوية الروابط بين أبناء الوطن العربي لأنهم يتحدثون بلسان واحد وبلغة واحدة فبتكون الروابط بينهم قريبة جدا أربعة وسيلة من أهم وسائل تعميق الانتماء وتحقيق الهوية المصرية العربية تعلمنا اللغة العربية يزيدنا ارتباطا بوطننا العظيم مصر وبوطننا الأكبر اللي هو الوطن العربي هذه أسباب أربعة هناك كما قلت أسباب كثيرة بتبين أهمية أو لماذا ندرس اللغة العربية ولكن نكتفي بهذه الأسباب الأربعة لأنها أظهر الأسباب أو يعني إحنا بنمسها بشكل يومي وفي حياتنا وفي تعاملاتنا فمن أجل ذلك أشرنا إليها بعد كده عندي حضرتك بنتكلم عن الأهداف العامة لموضوعات اللغة العربية في هذا الكتاب بعد أذي بدء لابد أن نشير أن أي منهج أي موضوع أي محاضرة أي كلام حتى في العموم إحنا لما بكون حتى أنا قاعد بتكلم مع الزميل اللي أو قاعد بتناقش في أمر من الأمور لابد أن يكون هناك هدف لهذا الكلام أو هدف لهذه المحاضرة أو هدف لهذه المناقشة أو هدف لهذا المنهج الذي ندرسه ما الأهداف العامة التي أراد واضع هذا المنهج ومؤلف هذا الكتاب أن يغرسها لدى أبنائنا الطلاب في هذه المرحلة العمرية والسنية والتعليمية نشوف أول هدف من هذه الأهداف تحقيق الأهداف المرجوة من تدريس مادة اللغة العربية في مدارس التعليم الفني بوصف طبعا التعليم الفني قاطرة التقدم لمصر ووصولها إلى مصاف الدول الصناعية ذات الاقتصاد القوي السبب الثاني هو تعليم أبنائنا الطلاب لغة عربية سهلة ميسرة الهدف من ضمن الأهداف أن الطالب في هذه المرحلة العمرية يتعلم اللغة العربية بطريق سهلة ميسرة تعينه وتساعده على مواكبة العصر الذي يعيش فيه وهو عصر مملوء بالثقافات المتعددة فيبقى عندي طالب تعليم فني مثقف لديه دراية ومعرفة بكل ما يدور حوله من خلال لغته العربية الهدف الثالث وده حلقيه ظاهر جدا في الموضوعات التي تم اختيارها لكي نقوم بتدريسها إن شاء الله هذا العام في منهجنا سواء في حلقاتنا أو في المدارس بإذن الله المنهج بيهدف إلى غرس مجموعة من القيم حلقيها ظاهر واضحة جدا في الموضوعات غرس قيم المحبة والإخاء والمواطنة والتسامح والشعور بالمسئولية تجاه وطننا الغالي مصر حتلاحظ مجموعة القيم ده هي موجودة دائما في كل درس قراءة يتم تدريسه وكل نص يتم تدريسه وكل جزئية من جزئيات المنهج مهتمة جدا بغرس هذه المجموعة من القيم هلنتقل بعد كده إلى الجزئية الأولى من جزئيات المنهج وهي التعبير وأنا أصدت إن أنا أبتدي المنهج بالتعبير أو بالكلام عن التعبير وحنتكلم عنه بشيء من يعني مش بالتفصيل ولكن يعني كلام يعني جامع لهذا الفرع من فروع المادة التعبير هو يعني الهدف الأساسي من تدريسنا أو من الأهداف الأساسية لتدريسنا لمادة اللغة العربية لأن أنا بدرس اللغة العربية عشان أغرس مجموعة القيم اللي احنا اتكلمنا عنها وفي نفس الوقت حتى يحسن الطالب أن يعبر عن نفسه قراءة كتابة يعني يكتب أو كلاما يعني يعبر تعبير شفوي يعني المحصلة أو من ضمن المحصلات التي ننتهي إليها من تدريسنا لمادة اللغة العربية أن احنا نخلي الطالب لديه القدرة على أنه إذا طلب منه أن يكتب موضوع تعبير معين يكتبه ويعبر عنه بلغة جيدة خالية من الأخطاء الإملائية أو الأسلوبية أو النحوية زي ما نشوف دلوقتي وفي نفس الوقت إذا طلب منه أنه يتكلم أنه يقدر يتكلم في موضوع محدد الفكرة مترابط متصل له بناء متماسك التعبير بينقسم زي ما حضرتك بتشوف ورقة الامتحان إلى نوعين عندي النوع الأولاني اسمه تعبير وظيفي وحنشوف دلوقتي نتكلم عنه وعندي نوع الثاني من التعبير اسمه التعبير الإبداعي يبقى عندي نوعين من التعبير تعبير اسمه التعبير الوظيفي وتعبير اسمه التعبير الإبداعي سؤال التعبير الوظيفي بيأتي في ورقة الامتحان سؤال إجباري يعني يقول لك أجب أو أكتب أو يكتب جنبيها إجباري وسؤال التعبير الوظيفي لأكتر من نوعية ممكن أسأل فيها في التعبير الوظيفي يعني ممكن أقول برقية ممكن أقول لافتة ممكن أقول أكتب إعلام ممكن أقول أكتب تقرير ممكن أقول أكتب تلخيص إلى آخر من الموضوعات اللي ممكن تجيلي في التعبير الوظيف أنا حكتفي اليوم بالإشارة إلى أشهر نوعين من أنواع التعبير الوظيفي والنوع الأول اللي هو البرقية والنوع الثاني طبعا عارفينه اللي هو اللافتة البرقية من ضمن الموضوعات اللي هي موجودة معانا من فترة وأعتقد أن معظمنا بيجيد كتابتها كتابة البرقية لها شروط البرقية هي تلغراف من شروطها الإيجاز في كلمتها يعني كلمات محددة عدد محدد من الكلمات معبر تعبيرا دقيقا عن الهدف من البرقية يبقى الإيجاز في الكلمات الاختصار الدقة كل هذه الشروط لابد أن تظهر في البرقية وأنا هتكلم عن البرقية من حيث المضمون والبرقية من حيث الشكل البرقية من حيث المضمون لابد أن تتسم بمجموعة من السمات سمى رقم واحد الاختصار اتنين الدقة ثلاثة الإيجاز أو يعني بحيث اختيار الكلمات التي تؤدي المعنى المراد تماما ده من الحيث المضمون أما البرقية من حيث الشكل فهيها كالآتي بأعمل كده هو بقول المرسل إليه بتكتب بالشكل اللي أنا هرسمه قدامها أو أكتبه قدامها حضراتكم مرسل إليه وبعدين عنوانه بتبع على الجهة اليمنى من الصفحة وبعدين بكتب نص البرقية يعني الكلام اللي أنا هكتبه في البرقية أو مضمون البرقية بعد كده بكتب المرسل اللي هو بعت الرسالة أو بعت البرقية وبعدين عنوانه البرقية من حيث الشكل كده هو مرسل إليه عنوانه وبعدين بكتب نص البرقية وبعدين بكتب المرسل وبكتب عنوانه وهنا في مرحوظة في غاية الأهمية هقولها لحضراتكم المرحوظة إيه هي أنت ملاحظ أن أنا بقول المرسل اللي هو أنا أنا اللي بعت البرقية والعنوان بتاعي والمرسل إليه اللي أنا ببعط له البرقية والعنوان بتاعه هنا في مرحوظة مهمة جدا لازم تقال لا تكتب اسما أو عنوانا لا تكتب اسما أو عنوان بكررها للمرة الثالثة لو جيت تكتب برقية ما تكتبش اسم وما تكتبش يعني المرسل وصيبه قدامه فاضي لأنه دي ورقة امتحانية انت بتكتبها في امتحان فبالتالي بتكتب المرسل وتسيب قدامه فاضي بتصميم للشكل فقط عنوانه سيبه قدامه فاضي وبعدين بتكتب نص البرقية وبعدين بتكتب المرسل يعني الأول بكتب المرسل إليه وبكتب عنوانه وسيبه قدامه فاضي وبعدين بكتب نص البرقية وبعدين بكتب المرسل وعنوانه عنوان وبرضه بسيبه قدامه فاض. يبقى الملحوظة المهمة لا تكتب اسما ولا عنوانا في البرقية. انت بتكتب الشكل فقط ولكن لا تكتب اسما ولا تكتب عنوانا لان دي ملحوظة في غاية الاهمية. طيب ناخد شكل او يعني نموذج لها للبرقية. بقول هنا ايه? اكتب برقية الى زميلك تهنئه فيها بفوزه بالمركز الاول مثلا في المسابقة الثقافية او في البطولة الرياضية او غير ذلك. فبعمل كده اهو المرسل وقديني السايب قدامها فاضي عنوانه فاضي قدامه برضو. نص البرقية خالص التهاني على فوزك بالمركز الاول. عبارة مختصرة بتؤدي المعنى المطلوب بالضب فيها دقة وعدد كلمات محدود. وبعدين بكتب المرسل وعنوانه. يبقى ده شكل البرقية لو جالك السؤال بي. يجي لك السؤال بهذا الشكل وبتجيب عليه بهذا الشكل. هننتقل الى الجزء الاخر من اه او النوع الثاني من انواع اه التعبير الوظيفة انا قلت هكتفي بنوعين فقط اللي هو اللافتة. اللافتة هي عبارة عن تعليمات او ارشادات يعني تعليم تعليمات معينة بتعلق او ارشادات معينة من اجل الحس على الالتزام بنظام اجتماعي او نظام ثقافي او علمي معين. حاجة محددة. انا عايز احس مثلا على التعليم. احث على القراءة. احث الطالب على مثلا احترام اداب المكتبة. احترام نظام المدرسة. الالتزام بالاجراءات الاحترازية. كل ده بيدخل في نطاق اللافتة. طيب بتتكتب ازاي? بتتكتب كده او. يجب فيها برضو الالتزام بالآتي تقريبا نفس الشروط. اه اللي احنا قلناها في اه البرقية. هنقولها هنا في اللافتة. الايجاز والاختصار. البرقية معلومة سهلة. سليسة. ومجازة واضحة. بتحتوي على معنى معين. اه الشرط اللي بعد كده. الدقة في عرض المعلومة. يعني انا ما بتواشي لقدام. بدي له مع المعلومة بشكل مباشر. رقم تلاتة جمال الخط. بتكتب طبعا بخط ايه جميل. يجذب نظر اه المتلقي. طيب نموذج. اكتب لافتة تحث فيها زملائك على ممارسة الرياضة. فهقول له كده. مثلا بتكتب كده بالشكل ده. العقل السليم في الجسم السليم. العقل السليم في الجسم السليم. اه يعني جملة صغيرة جدا مكونة من عدد بسيط جدا من الكلمات. ملتزم فيها الاختصار دقيقة واضحة واضحة المعاني. وهكذا تكون جميع اللافتات على عسب ما يطلب منها. ده بالنسبة للتعبير الوظيف. وانا قلت ان ليه انواع تانية ولكن اكتفي لظروف الحلقة وظروف الوقت بعرض هذين النموذجين او هذين النوعين. هاجي بعد كده للتعبير الابداعي. التعبير الابداعي يعني ان بيجي لك وده اللي بيجي سؤاله بيجي في الغالب سؤال اختياري. وبيقول لك اكتب في احد الموضوعين الاتيين. وبيجيب لك موضوعين وبيطلب من حدرتك. انك تختار موضوع من هذين الموضوعين لكي تكتب فيه. يبقى اول حاجة عندي في التعبير الابداعي. هو ان يطلب منك واضع السؤالي الكتابة في موضوع محدد. ويجب عند كتابة الموضوع الابداعي اتباعي الاتي. في مجموعة من الارشادات او مجموعة من التعليمات المهمة جدا التي ينبغي عليك لما تيجي تكتب الموضوع الابداعي تكون حطيطها في ذهنك. اول حاجة زي ما انا قلت لحضرتك هو بيبقى طالب منك او مديلك موضوعين. يبقى انت هتكتب فيه موضوع من الموضوعين. يبقى اول شيء لا بد ان افعله ايه? هو قراءة الموضوعين. اقرأ الموضوعين اللي قدامي. قراءة دقيقة واعية فاهمة لهذين الموضوعين. بعد ما بقرأ الموضوعين القراءة هذه القراءة? ببدأ بجد ان فيه موضوع هو اقرب لي او اني استطيع ان اكتب فيه بشكل افضل من الموضوع الاخر. فبختار هذا الموضوع. يبقى اول شيء عندي قراءة رأس الموضوع جيدة. اهم شيء قراءة رأس الموضوع جيدة. افهم الموضوع بيتكلم عن ايه? لان من بعض الاخطاء التي يقع فيها بعض الطلاب ان هو ما بيفهمش او ما بيستوعبش الموضوع او ما بيقرأش الموضوع بشكل جيد. فبيكون فاهمه للموضوع فاهم منقوص او فاهم فيه قصور. فبيجي يكتب فيه الموضوع. فالمصحق او المقدر للورقة بيجد ان الولد ايه? انتقل لموضوع اخر. بيتك في حتة ثانية. ده راجع لي ايه? راجع لي ان الطالبة لم يقرأ الموضوع قراءة جيدة. يبقى اهم نقطة او اول نقطة عندي قراءة الموضوع قراءة جيدة. وتحديد ابعاده وتحديد افكاره قبل ان ابدأ فيه الكتابة. دي رقم واحد. اتنين كتابة مجموعة من الافكار المساعدة على جمع جزئيات الموضوع. دي نقطة مهمة جدا جدا جدا. لكتابة الافكار المعاونة او المساعدة او الافكار الجزئية بتنظم لي الفكر. بتنظم الفكر. تخيل انت كده رايح تجيب حاجة او تشتري حاجة او كذا. ومعاك فلوس معينة وعايز تشتري بها حاجة معينة. لما بتدخل الى المكان اللي انت هتجيب منه وانت كاتب ومحدد انت هتجيب ايه? يبقى انا عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا بتجد نفسك جبت كل المطلوب او اشتريت كل المطلوب وفضل معاك ايه بقية من الفلوس. اما لما كنا انا داخل ومش محدد لا طب عاد كذا وعاد كذا وعاد كذا. بص الاقي نفسي. ما جبتش كل المطلوب وانتهت الاموال اللي معايا. انا . لما بحدد افكاري انا ببقى داخل الى الموضوع منظم الفكر. عارف ان الفكرة الاولانية ايه هتكلم فيها مسلا في ثلاثة اسطور. والفكرة التانية هتكلم فيها فى ثلاثة اسطور يعني كتبت خمسة افكار. ستة افكار فببقى عارف ان الفكرة دي هنتقل من دي الى الفكرة داية. ايه لفكرة داية؟ بجد ان الموضوع معايا كتبت المطلوب او عدد الاسطر المطلوبة مني ابن افطر انه قال اكتب فيه مالة يزين عن 20 سطرة يبقى انا حابص لقى انا كتابت العشرين سطر اللي هو طالبهم مني بمنتهى السهولة ومنتهى اليسر وانا عددت الافكار تحديد الافكار في الغالب بيكون من خلال فاهمك لرأس الموضوع بتقدر تحدد النقاط اللي انت حتتكلم فيها يبقى كتابة مجموعة من الافكار المساعدة على جمع جزئيات الموضوع تلاتة كتابة مقدمة تماهد فعل الموضوع موضوع التعبير ليه سلاسة اقسام مقدمة و موضوع وخاتمة مقدمة وموضوع وخاتمة المقدمة بتكون مثلا سطرين ثلاثة با اماهد فيها للموضوع الذي اريد ان اتكلم فيه يبقى لابد من مقدمة اماهد فيها للموضوع الذي اريد ان اتكلم فيه فايزا انتهيت من المقدمة بدخل الى تفصيل الموضوع او صلب الموضوع اللي المطلوب مني ان انا هتكلم فيه وحط جزئياتي واسهب في الكلام و اوضح افكاري وهكذا طيب بعد كده تقسيم الموضوع الى فقرات متصلة مترابطة بحيث يكون الموضوع متماسك البناء فقرات لان انا مقسم موضوع من البداية الى افكار انا محدد افكار اتكلم فيها فكل فكرة بعمل لها فقرة اتكلم فيها فيه سطرين فيه ثلاثة فائزة انتهت بحط نقطة وبعدين ابتلي في الفقرة التي ايه بعدها وكل مكان ترتيبي للافكار اللي انا مرتبة من الاول ترتيب منطقي مترابط كل فكرة بتسلم للفكرة التي بعدها لما باجي بحول هذه الافكار الى فقرات ببصة لقي هذه الفقرات مترابطة متماسكة يبقى الموضوع متماسك البناء ما حسش ان ايه انا عامل موضوع اه يعني اه فكرة وبعدين رجعت الفكرة تانية وبعدين افتكرت حاجة فرجعت قلتها لا انا مرتب نفسي ستة الاستعانة بالشواهد المؤكدة لفكرة الموضوع الموضوع اللي انت بتكتبه بتكلم عن العلم مثلا يبقى انا عستعين بشواهد من القرآن الكريم من الحديث الشريف من الشعر العربي من الحكم من الامثال ما امكان ذلك يعني على قد ما اقدر يبقى الاستعانة بالشواهد المؤكدة والموضحة للفكرة التي اتكلم فيها شواهد دهية بتكون من القرآن الكريم بتكون من الحديث الشريف بتكون من الشعر من الحكم من الامثال من الوصايا ما امكان ذلك يعني زي ما قلت لحضراتكم على قد ايه ما اقدر ودي بتدعم موضوعي وبتؤكده بعد كده تجنب الاخطاء الاملائية والاسلوبية والنحوية ودي من نقطة برضو مهمة جدا جدا تجنب الاخطاء الاملائية والاسلوبية والنحوية لان المفروض ان مقدر الموضوع بيضع في ذهنه او بيضع في اعتباره ان الاسلوب يبقى اسلوب متماسك مفيش تنافر وما فيش اخطاء في النحو لان احنا دلوقتي على قمة المرحلة التعليمية فبالتالي المفروض ان انا درست جميع قواعد النحو وبطبقها اسناء الكتابة وان شاء الله لما حنتكلم بعد قليل عن القواعد النحوية ان اقول ان من ضمن الاهداف العامة لتدريس القواعد النحوية صحة الكتابة يعني استخدمها حين الكتابة فاكتب كتابة صحيحة منضبطة بقواعد النحو العربي يبقى تجنب الاخطاء الاملائية والاسلوبية والنحوية استخدام علامات الترقيم اثناء كتابة الموضوع دي نقطة مهمة ربما نفرد ليه او نتكلم عنها مستقبلا يعني ممكن نعمل جزء من حلقة على علامات الترقيم علامات الترقيم دي علامات مهمة جدا جدا يعني وضعت لكي تعبر عن معاني معينة يعني انا لما بنتهي من فقرة مثلا اقول حاجات المشهورة او بنعرفها لما بجأة انتهي من فقرة معينة بحط نقطة معناها ان الكلام في هذه الفقرة انتهى وانا هبتدي فيه كلام جديد مثلا لما بجيب كلام منقول بنصه يعني انا جبت اية قرآنية وحطها كده في سياق الكلام وخلاص يعني اللي بيقرأ ما ياخدش باله ان هذه اية قرآنية لا بعمل ايه بحطها بين عالمتين او بين قوسين صغيرين كده هو بروح حطتهم فيها بينها بحيث ان انا بالفت نظر الذي يقرأ وبالك ان هذا الكلام كلام منقول بنصه انا نائل هذا الكلام بنصه سواء بقى كان قرآن كريم كان حديث شريف كان قول لأحد الناس او كان بيت من الشعر او كذا بقى القوسين الصغيرين دول بحط بينهم ايه الكلام المنقول بنصه الفصلة مثلا من يكون بين الجمل الى غير ذلك من الامور المهمة جدا واللي المفترض بنلتزم بيها لما نيجي نكتب موضوع التعبير وبوعد حضراتكم ان شاء الله ان انا اخصص باذن الله جزء من حلقة من الحلقات بعد كده ونعرض فيها لعلامات الترقيم ونفهمها ونفهم مواضحها بالزب بعد كده كتابة خاتمة للموضوع يتم فيها ذكر اهم النتائج التي تم استقلاصها من الموضوع اخر نقطة عندي الاستفادة مما درسته في موضوعات القراءة والنصوص والقصة خلال كتابتك اذا كان في هذه الموضوعات ما يناسب الموضوع الذي تكتب فيه يعني ايه يعني انا درست مثلا نص شعري بيتكلم عن حب الوطن مثلا وجه موضوع التعبير بيكلمني عن الانتماء للوطن وحب الوطن والعمل على رفعته وتقدمه ففي الحالة دي انا ما فيش مانع اننا استعين بهذا البيت الشعري او بهذين البيتين من هذه القصيدة لتدعيم كلامي او بكلمك مثلا عن غرس الولاء والانتماء للوطن انا عندي درست بيتكلم عن هذا الموضوع فيش مانع اننا استعين بالافكار العامة لهذا الدرس يبقى اذا وجد ان موضوع التعبيري الموجود قدامي يعني قريب من بعض الموضوعات التي درستها في منهجي هذا العام او في الاعوام السابقة بعمل عملية استدعاء لهذه الموضوعات واستفيد منها اثناء كتابتي للموضوعات هذه مجموعة من يعني الارشادات العامة او التعليمات العامة او الملحوظات المهمة التي ينبغي ان توضع في الاعتبار عند كتابة موضوع التعبير هننتقل بعد كده الى القواعد النحوية جزء التاني من المنهج عندنا او من وجود في المنهج القواعد النحوية ايه الهدف من تدريس القواعد النحوية اقولها لكم بسرعة الهدف من تدريس القواعد النحوية لابنائنا الطلاب هو ضمان استقامة اللسان عند النطق باللغة العربية وسحة القراءة بها وحسن كتابتها ولا يتأتى ذلك الا من خلال الاتقان التام لقواعد النحو العربي وهذا الاتقان معين ايضا على فهم معاني اللغة العربية على وجهها الصحية يبقى انا بدرس النحو علشان استفيد النقاد دهي لسان منضبط عند النطق ولسان منضبط عند القراءة وعند الكتابة لا اقع في اخطاء نحوية وكل هذه الامور ضبط اللسان والضبط عند القراءة والصحة الكتابة هذه الامور الثلاثة لا تتأتى الا لمن يجيد القواعد النحوية ايجادة تامة طيب السنة دي ان شاء الله احنا عندنا مجموعة من الدروس النحوية او حندرس وحدتين اساسيتين الوحدة الاولانية اسمها التوابع والوحدة الثانية اسمها الاساليب يبقى انا عندي وحدة التوابع وعندي وحدة الاساليب وحدة التوابع بيندرج تحتها اربعة موضوعات ووحدة الاساليب بيندرج تحتها ايضا اربعة موضوعات وهتلاحظوا حاجة مهمة اوي عندما اعرض لحضراتكم هذه الموضوعات ان تقريبا كل هذه الموضوعات باستثناء اسلوب الاختصاص هناخده في الترمي التاني ان شاء الله كل هذه الموضوعات سبقت دراستها يعني انت حضرتك عزيز الطالب درستها في مرحلة من مراحل التعليم الابتدائي او الاعدادي واحنا لما بنعدها هنا بنعدها للتأكيد عليها ولاضافة معلومة جديدة يبقى عندي التوابع وعندي الاساليب التوابع في الفصل الدراسي الاول اول درس هو النعد درسناه في المرحلة الاعدادية البدل درسناه في المرحلة الاعدادية التوكيد وعندي العطف الاربع درس دول هو باب التوابع وعن ساعتها لما انيجي هنتكلم هنقول احنا سميناهم التوابع ليه سميناهم التوابع لانهم الاربع اخوات وبيرتبطوا ويرابط مهم جدا ان الاربع ملهمش اعراب مستقل بذاته ملهمش اعراب مستقل بذاته يعني انا لما باجا تكلم عن الفاعل بقول ايه بقول فاعل مرفوع خلاص الفاعل انا عرفت ان الفاعل مرفوع عرفت ان المبتدأ مرفوع عرفت ان اسم كان مرفوع وخبر كان منصوب ليه في مواقع اعرابية الحال منصوب في مواقع اعرابية انا انا عرفها كويس وله موضع اعراب التوابع ملهاش مرة تيجي مرفوعة مرة زي ما حدك عارب كده مرة اقول نعت مرفوع مرة اقول نعت منصوب مرة اقول نعت مجرور ليه لأن النعت من التوابع والتوابع هي مجموعة من الدروس ليس لها إعراب مستقل بذاته ولكنها مرتبطة في إعرابها بما قبلها بشوف إعراب اللي قبلها يعني النعت بدي له إعراب المنعود البدل بدي له إعراب المبدل منه التوكيد بدي له إعراب المؤكد المعطوف بدي له إعراب المعطوف عليه النوع الثاني اللي هندرسه اللي هو الأساليب الأساليب عندي أسلوب النداء أخدناه قبل كده برضو واسلوب الاختصاص وده اللي يمكن حيكون جديد علينا السنة إن شاء الله وهنشرحه في التفصيل عندما يأتي دوره في المنهج بإذن الله وعندي أسلوب التعجب وعندي أخيرا أسلوب المتح واسلوب الزم دول مجموعة الدروس النحو اللي إن شاء الله هندرسها هذا العام ويعني هنا هطرح سؤال وحاول أجاوب عليه هو سؤال مهم قوي وحضراتكم جميعا تسألوه كيف نجيب على سؤال الإعراب كيف نجيب على سؤال الإعراب ده يعني سؤال مهم جدا سؤال الإعراب بتيجي صعوبته منين سأله الإعراب بتيجي لأنه هو سؤال تراكمي أنا بسأل فيه مش في اللي أنت درسته السنة دي ولكن بسأل فيه في الدرس السنة اللي فاتت والسنة اللي قابلية والدرسه في الإعدادية فمن هنا يعني يمكن بيشكل بعض الصعوبة عند بعض الطلاب بيشكل بعض الصعوبة عند بعض الطلاب طيب نحل الصعوبة دي ازاي نحل الصعوبة بإن إحنا بنقول قاعدة أساسية مهمة جدا إن كل كلمة في القطعة النحوية اللي موجودة قدام حضرتك ليها موقع ليها مكان في الإعراب أنا عايز إيه أعرفه طيب كيف أعرف الموقع الإعرابي هو بقول لي أعرف ما تحته قط اهو هجيب قطعة قدام حضرتك اهو وهقولك فيها ايه أعرف ما تحته قط شباب نصر أنتم أملوا بلدنا ونحن المصريين نقدر جهودكم من أجل نهضة الوطن فيا شباب الوطن أخلصوا لوطنكم فالإخلاص الإخلاص في عملكم ما أعظم الشباب الواعي المدركة حق وطني عليه وبعدين هقول أعرف ما تحته خط للكلمات اللي محمولة باللون الأحمر وتحتها خط طيب أنا عندي كلمة أمل عايز أعرفها علشان أعرف هذه الكلمة لابد أن أنظر إلى الكلمة في إطار الجملة الواقعة فيها شوف فين أول الجملة بداية الجملة فين فإذا وصلت إلى بداية الجملة أبتري أعرف من عندي بداية الجملة هبص ألاقي نفسي وصلت إلى الكلمة التي لدي بالسؤول يعني أنتم أملوا بلدنا دي الجملة جملة إسمية أنتم أملوا بلدنا أنا عايزة أعرف كلمة أمل مش هقدر أوصل لإعراب كلمة أمل إلا إذا عرفت إعراب كلمة أنتم اللي أول الكلمة فأنتم إنه هو إيه؟ ضمير مبني فيه محل رفع مبتدع وبدي جملة إسمية ابتدت بمبتدع طيب المبتدع ده محتاج إيه؟ محتاج خبر هبص لكلمة أمل على إيه هي لإيه؟ هي الخبر بتاع هذه الكلمة فأقول أمل خبر مرفوع وعلامة الرفع الضم طيب عرفتها منين؟ عرفتها من إن قدرت أحدد بداية الجملة وابتديت مشوار الإعرابي لهذه الكلمة من بداية هذه الجملة طيب اللي بعدية هوا إحنا قلنا أمل خبر مرفوع وعلامة الرفع الضم طيب جهودكم فين بداية الجملة؟ بداية هالفعل نقدر جملة فعلية هي نقدر جهودكم هبتدي من عندها من عند نقد نقدر فعل مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضم كل فعل يحتاج إلى فاعل كل فعل يحتاج إلى فاعل يبقى نقدر فين الفاعل؟ الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هو نحن نقدره نحن بنقدر إيه؟ بنقدر جهودكم بإذن كلمة جهودكم هنا مفعول به كلمة جهودكم إيه؟ مفعول به وكلمة جهودكم لما أجع ربع حلاقة جوز إيه؟ هقول مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة والضمير كوم مبني في محل جره مضاف إليه؟ ودي حنبقى نشير للحاجات اللي زي دي اللي بتعتبر من أنواع السوابت الإعرابية إن الضمير إذا اتصل به الاسم بيبقى في محل جره مضاف إليه وحاجات زي كده إن شاء الله هنشير إليها أثناء دراستنا للنعو يبقى أنا جبت جهودكم وعرفت إنها مفعول به عرفت إزاي؟ من أن أنا ابتدت من عند نقدر هده الفاعل؟ هده الفاعل؟ يبقى دي جاي مكان المفعول به يبقى تعرب هنا مفعول به على طول طيب من أجل نهضة الوطن عايز أعرف كلمة الوطن ببص قبليها لقيت كلمة مفهاش ألف ولام كلمة المفروضة إنها نكرة ووراها مباشرة كلمة فيها ألف ولام أو كلمة معرفة عشان أبقى دقيق في تعبيري معرفة المعرفة لها أنواع ممكن تبقى ضمير ممكن تبقى الإسم العلم ممكن إسم الإشارة إسم الموصول إلى آخره ومنها الإسم المعرف بالألف ولام فلقيت بعد النكرة اللي هي كلمة نهضة اسم معرفة معرف بالألف ولام يبقى في الحالة اللي زي ده النكرة لما أضيفت إلى المعرفة بقى عندي هنا ايه مضاف ومضاف اليه يبقى الاسم المعرف هنا او المعرفة بيبقى ايه مضاف اليه مجرور وعلامة الجر الكسرة طيب ما اعظم الشباب الواعي المدرك شوف انا جاي بالجملة من اول فين ما اعظم الشباب الواعي المدرك طبعا هندي ده اسلوب تعجب ومشروع حينشرعهم شو الله السنة دي وانا عندي اعظم بيبقى فعل ماضي ما اعظم الفتح الفعل مستتر الشباب اللي هي المتعجب منه بتبقى مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتح هدين هون الواعي نعت منصوب وعلامة النصب الفتح طيب المدرك نعت للواعي يبقى برضو نعت منصوب وعلامة النصب الفتح يبقى لانا اول ما ابتديت القاعدة الاساسية اللي بقولها لحضرتك ابدأ الجملة من بدايتها هتصل ان شاء الله الى الاعراب بسهولة جدا يبقى المدرك نعت منصوب وعلامة النصب الفتح هننتقل بعد كده الى القراءة وفي عجالة هنقول الاهداف العامة لموضوعات القراءة المقررة هذا العام هي اختيار موضوعات ذات صلة اكيدة بحياة الطالب هتلاحظوا حضركم ان شاء الله ولما نقول اسماء الموضوعات ولما تدرسوا ان الموضوعات مرتبطة بحياة الطالب ومرتبطة بتخصصاته في التعليم الفني يعني موضوعات لها علاقة بشكل ما بدراسة الطالب في التعليم الفني بعد كده الموضوعات ايضا هنلاحظ ان فيها القيم التي نهدف الى غرسها غرس قيم المواطنة والانتماء وحب الوطن في نفوس الطلاب اختيار موضوعات لها علاقة بتخصص الطلاب في التعليم الفني تعميق القيم الاخلاقية والاجتماعية والصناعية والاقتصادية كل الحاجات ده هي هتلاقوها دايما يعني قيم اخلاقية مكتسبة او قيم طربوية مكتسبة من موضوعات القراءة المقررة عليكم هذا العام ايه هي الموضوعات المقررة علينا هذا العام في الفصل الدراسي الاول عندي ثلاث موضوعات الموضوع الاولاني المواطنة والانتماء وكيف نرسخهما الموضوع الثاني الاقتصادي الانسان طلعت حرب يعني عنوانه الاقتصادي الانسان وبنتكلم عن قصة حياة رائد من رواد الاقتصاد المصري طلعت حرب بعد كده الموضوع الثالث طاقة النووية نقطة عبوره للمستقبل عندي الفصل الدراسي الثاني من اسس الحياة الطيبة السياحة درس التالت الصداقة والاصدقاء حتلاحظوا لما بصوا لعنوين الموضوعات ان يعني فيها الاهداف اللي احنا ذكرناها منذ قليل ظاهرة موضوعات ريبة من طالب التعليم الفني معلومات موضوعات بتغرس في زهن هذا الطالب يعني حب الوطن والانتماء اليه والعمل على رفعاته ايضا بتغرس فيه قيم الانتماء والاخاء حنا ننتقل بعد كده الى الادب والنصوص برضو زي ما بنقول دايما الهدف من دراسة الادب ومن دراسة النصوص ايه الادب او تاريخ الادب هو التعريف في المامة سريعة يعني التعريف سريع مفوش تفصيلات كتيرة التعريف في المامة سريعة على المدارس الادبية اللي موجودة في العصر الحديث في النثر وفي الشعر وقد تم ربط دروس الادب بدروس النصوص بحيث جاءت النصوص المقررة في منهج هذا العام مرتبطة بهذه المدارس الادبية ومعبرة عنها وكاشفة عن اهم قصائص والثماءات هذه المدارس الادبية يبقى تاريخ الادب اللي احنا بندرسه هذا العام مرتبط بشكل كبير جدا بالنصوص وانا هعرضه قدام حضراتكم هحط المدرسة الادبية وقدامها النص المعبر عنها يعني كل مدرسة الادبية سواء كانت مدرسة نثرية او مدرسة في فن الشعر بندرس لها النموذج الموضع لهذه المدرسة ولخصائصها ولأهم سماتها هنشوف كلا مع بعضينا جاء اختيار النصوص برضو معبرا ومنطلقا من الاهداف العامة للكتاب التي تهدف الى غرس قيم الانتماء والاخاء وحب الوطن في نفوس الطلاب وحتلاحظه زي ما اشرته عملت المقارنة بين دروس القراءة وبين مجموعة القيم والاهداف التربوية التي يهدف واضع المنهج ومؤلف الكتاب وواضع الكتاب الى غرسها في نفوس ابنائنا الطلاب برضو هنعمل المقارنة دي ونظهرها ايضا هنا في دروس النصوص يعني في عجالة كده ادي عندي موضوعات الادب وعندي موضوعات النصوص النصوص هذه المدرسة عشان نبقى بنقول الكلام ونطبق عليه انا عندي مثلا مدرسة المحافظين في الناس عندي نص احترام المرأة للمنفلوطي عندي مدرسة المجددين في الناس هيبقى نص لك انت الولاء يا مصر الدكتور زاكي نجيم محمود بناخد خصائص المدرسة بناخد النص المعبر عنه عشان نشوف الخصائص في زاعة المدرسة كيف ظهرت في هذا النص بننتقل الى الشعر عندي ثلاثة مدارس عندي ثلاثة مدارس المدرسة الاولانية هي مدرسة الاحياء والبعث مدرسة الاحياء والبعث بناخد لها نص معبر عنها اللي هو نص جيش مصر للشاعر علي الجارب عندي بعد كده موضوعات الادب عندي المدرسة الرومانتيكية ودي تحتها ثلاثة انواع الف الاتجاه الوجداني وباخد لي نص المساء لخلينه مطران وعندي مدرسة الديوان وباخد لي نص عصفور الجنة للشاعر عبد الرحمان شكري وعندي مدرسة أولو وباخد لي نص العودة للشاعر إبراهيم ناجي وبعدين مدرسة المهاجر وليها نص ذكريات للشاعر اللي هي أبو ماضي وبعدين مجموعة الاتجاهات اللي بتيجي تحت اسم المدرسة الرومانسية وكل اتجاه لنص بدرسه وبعدين عندي أخيرا المدرسة الواقعية وبدرس لها نص اسمه نص عوده إلى مصر أما في البلاغة ونختم بيها ان شاء الله كلامنا في البلاغة احنا بناخد التجربة الشعرية ومدى ارتباطها بالنصوص اللي موجودة عندنا ومدى ظهور العاطفة الشعرية لدى الشاعر والوحدة العضوية إلى غير ذلك مما سوف نفصله بإذن الله تعالى على مدار حلقات هذا العام إن شاء الله أردنا في هذه الحلقة أن تكون حلقة تقديمية نوضح من خلالها الأهداف العامة للمنهج ونعرض من خلالها أيضا موضوعات المنهج عرضا سريعة ثم نبين مدى الارتباط بين هذه الأهداف العامة للمنهج وبين موضوعاته إن شاء الله يكون عاما سعيدا مملوءا بالخير مختوما بالنجاح أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الثالث السانوي الفني سعدت بكم على وعد بلقاء في حلقة قادمة إن شاء الله